كد أنتوان جريا زمان لمجلة فوفوتو إنه لم يتحدث أبدا مع المدير الفنال بارتغال جوزيه مورينيو ولكنه كان على وشك الانضمام لمانشستر يونايتد ولكن قرار الحضر كان صعب جدا جريا زمان نوه بأنه لم يكن يستطيع ترك أتلاتيكو في هذا الوقت الصعب لأن أتلاتيكو منحه الشهرة والمحد والأموال لذا قرر الباقاء لموسم آخر وبعدها سيقرر هل سيرحى الأم يبقى ولكنه سعيد جدا مع الروخة بلاتيكوس أتلاتيكو قابل الوافاء بالتقدير والعرفة ورفع راتب جريا زمان من 6 مليون لام 14 مليون يورو ليكون من أكبر الرواتب في العالم كما إنه منحه فرصة رحيل الموسم المقبل إذا طلب الرحيل ولكن قد يكون من الصعب على جريا زمان أن يرحل في ظل راتبه المرتفع كما إنه بيت من أهم لاعب العالم بحضرة الفريق المدريدة تصنيفات الخبر أتلاتيكو مدريد جريا زمان منشستور يونايتد